اشتركوا في القناة مهم جدا ومقطع فيديو مهم جدا بيخلينا نتأكد بما لا يدع مجال للشك أننا في أيام الظهور وأننا أدركنا فعلا زمان الإمام المهدي وأن هذا الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سيملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا ويعيد أيام الخلافة الراشدة خلافة على منهاج النبوة هذا الرجل على وشك أن يظهر مقطع الفيديو اللي معانا النهاردة بيبين لنا أننا في زمان الإمام المهدي هذه هي الحقيقة شاء من شاء وأبى من أبى فتعالوا معي أيها الأحباب نشاهد هذا المقطع وفي الحقيقة أنا تعمت أني أنزل المقطع صوت وصورة لا أكتم الصوت علشان خاطر كلنا نستمع إلى هذا الكلام جيدا ونركز جدا فيما قيل في هذا الكلام تعالوا نستمع إلى هذا المقطع ثم نعود ونعلق عليه بعدما نستمع إليه الموثوق بهم وهم يعني من المشهورين والمعروفين لا داعي لذكر اسمه أنه قبل أربعة أعوام تقريبا كان خارجا بسيارته فوجد مرأة عجوز تقول له أوقفته السيارة فقالت له أريد أن تفصلني إلى دار الشفاء حتى آتي ببنتي فقد ولدت وأريد أن أرجحها إلى بيتها ففعل معها معروف وأخذها وانتظر ساعة عند بيت دار الشفاء على الباب فلما خرجت المرأة وأخذت بنتها ومح طفلها وليدها واستقروا في المجلس في السيارة نطق الطفل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فردوا عليه السلام فقال المولود نعم هذا الطفل المولود فقال كما أخبرنا يعني وإحنا بلغنا هذا الكلام بلغنا المشايخ الشيخ منظار بلغنا كبار العلماء يعني الحمد لله رب العالمين وقال هذا الطفل المولود أنا الرجل الذي سيقتله الدجال ثم لا يصلط على أحد من بعد ولا يصلط عليه أيضا فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الرجل يكون تقريبا يعني عمره ما بين الثماني عشر إلى العشرين عام وهذه بشرة الدجال طبعا حينما يخرج ويأتي تكون قبله أيام فتحات روما إيطاليا والقسطنطنية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لا تفتح إلا على يد الرجل الصالح المهدي عليه السلام وهو من فلسطين كما أخبر بذلك معاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاس وعبد الله بن مسعود أئمة وعلماء كبار طب هل توبع هذا الطفل؟ نعم الآن هو معروف ويتابع والأخوة الحمد لله معتنين فيه كثير الذي أريد أن أوصله إلى الناس وإلى العلماء أن هذه الأيام أيام انتصارات بفضل الله وأن المهدي الموعود هو يعيش بيننا بفضل الله عز وجل وأن أهل فلسطين سيكونونهم أهل الراية وهم أهل حملت هذا الدين والذين سينشرون الهداية والمساعدة بعدما شاهدنا هذا المقطع الخطير جدا رجل يتكلم وهو من غزة من فلسطين ويقول أن طفلا رضيعا من بينهم من غزة من أهل غزة تكلم في المهد وقال أنني أنا الرجل الذي سيقتله الدجال ثم لا يخلص أي أزى للمسلمين بعد ذلك لاحظ معايا أن هذا المقطع عمره 12 سنة عندما تكلم الطفل في المهد المقطع عمره 12 يعني نشر من 12 سنة والرجل يقول من أربع سنوات يعني حط 12 سنة على أربع سنوات يبقى عندنا المجموع 16 سنة الروايات التي تتكلم فعلا عن رجل يقتله الدجال ثم لا يصاب المسلمين بأزة بعد ذلك من قبل الدجال هي روايات أخبرت أن ذلك الرجل الذي يقتل عمره مبين 18 و20 سنة إيه اللي نستفيد من هذا الأمر أننا في أيام الظهور طيب هل نوقت هل نضع توقيتات معينة الإجابة لا نضع توقيتات معينة الهدف من نشر هذه الحلقة إن إحنا نقول للناس نبشرهم أن الأمر قد اقترب من غير ما نؤع في فخ التوقيت لأن إحنا نهينا عن التوقيت لأنه غيب والغيب لا يعلمه إلا الله هي مجرد إشارة وهي مجرد بشريات لأننا قد اقتربنا من الأيام الحاسمة عايزين نبشر معسكر الإيمان وأهل الإيمان اللي كل يوم بيواجه إنكار ويواجه استهزاء من أقرب الناس إليهم أن الأمر ما زال بعيدا وأن انتوا عايشين في أوهام وعايشين في كل كلام لا يطابق الواقع وفي الحقيقة اللي بيتهمنا بكده اللي بيتهم معسكر الإيمان بهذا الأمر هي وسيلة من وسائل الحرب النفسية إن الناس اللي في غفلة اللي أعدادها كتير دايما من دايدانها التكذيب ومن شأنها الإنكار فلا نلتفت لهم إطلاقا لأن هؤلاء عندما يستفيقوا يعني تكالهم على الله سبحانه وتعالى مش عارفين هيستوعبوا الصدمة ولا لا ماذا لو أنك أصبحت في يوم وطلعت الأخبار بتتكلم عن ظهور المهدي ومبايعة الإمام المهدي وإنت ما تعرفش أصلا مين هو الإمام المهدي يعني أنا بتجي لي كتير من الرؤى إن ناس بيحلموا بيشوفوا يعني الإمام المهدي وبيقولوا إحنا عمرنا ما كنا نسمع عن شخص اسمه المهدي وناس كتير من المسلمين مش في الحلم بل في اليقظة لما تيجي تسألهم تقول لهم مين الإمام المهدي ما يعرفوش أنه سيخرج رجل في آخر الزمان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويملأ الأرض عدل ويعيد الأمجاد للأمة الإسلامية كتير من المسلمين مش عارفين كده فلازم إن إحنا في معركة الوعي وأنا بتعمد إن أنا أكرر هذا المصطلح ليه؟ عشان الناس الغافلة بتزعل أوي من مصطلح معركة الوعي عشان نفكر الناس ونذكر الناس أننا في الأيام الحاسمة وأن الأمر قد اقترب من غير توقيت ومن غير تحديد لسنوات للظهور هذا هو المنهج السليم أنشر هذا الكلام وبشر غيرك بهذا الكلام لأن البشرى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكون للمؤمن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر